بيّنت مسؤولة مشروع التمويل الصحي والحوكمة المنفذ لدى الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البشرية في محافظة الكاراكتهن الحباشنة بيّنت دور المشروع في السعي لتعزيز النضال الصحي من خلال دعم قدرة القطاع الصحي على استدامة إنجازاته والسعي للتحول المنهجي للتغطية الصحية الشاملة في الأردن وأشارت الحباشنة خلال حلقة حوارية حول قانون التأمين الصحي المدني إلى دور المشروع في زيادة كفاءة إنفاق الموارد الصحية في القطاع العام والعمل على دعم وتقوية الحوكمة في القطاع الصحي كثير استفدنا من المواد في هذا التأمين هذه مادة 30 حقيقة هي هذا النظام بحاجة إلى أعلام أكثر لتغطيته تفاجأنا في المادة 30 التي تشمل الأشخاص غير منتفعين في القطاع الصحي أو من التأمين الصحي في بزارة الصحة ومن المادة 31 التي تغطيت لهم القطاع الخاص أو من الشركات كثير كانت الجلسة رائعة إن شاء الله في القادم الأيام سيكون هناك توصيات من المجلس الشباب الكراك تنموي بخصوص كم نقطة حكوا فيها نحن اليوم نسقنا من خلال مشروع التمويل الصحي والحوكمة المول من اليو اس ايد وبشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي جلسة عن التأمين الصحي كان في عندنا مندوب من التأمين الصحي لأستاذ ناصر مناصير تكلمنا فيها عن المادة 30 والمادة 31 حاولنا شوي أن ننشر الوعي بخصوص هاتين المادتين